وستراتيجية الدكتور أحمد الشريف بداية مرحبا بك في حصاد هذه أديلة يعني هناك حديث على ضرورة إنصاف جرح القوات الأمنية في الموازنة يعني نريد أن نستفهم منك حول تعامل الحكومات السابقة والحالية مع هذا الملف مع ما يتلاءم وحجم المؤسسة الأمنية القائمة تفضل لك كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أننا حينما نتحدث عن المؤسسة الأمنية والعسكرية أحلا نتحدث بالحقيقة عن معانات لا سيما أنه فلسفة إدارة الدولة من قبل الأحزاب تميل إلى أن تمتلك أجنح مسلحة ولربما شرعنتها بشكل أو بآخر وهي ترى أن يكون هناك جهد أمني وعسكري موازي للمؤسسات هو بمثابة ضمان لديمومة بقائها في السلطة فضلا عن إدارتها للصراع مع الشركاء في الوطن وفي تقديري مثل هكذا معادلة التنافى وقيم الديمقراطية على أساس أن الدول في النظم الديمقراطية تحكمها المؤسسات والقانون وليس الأجنح المسلحة التي هي تبثل نتوءات من حيث التقييم هي غير رسمية بل في بعض الأحيان حتى وإن شرع لها قانون تصبح شبه رسمية ولاحظنا ما حصل في السودان من وجود مثل هكذا تشكيلات قد تهدد سلامة أداء المؤسسات فضلا عن أنها تهدد وجود الدولة والآن السودان في وضع خطر جدا قد يدفع البلد بأن يكون بؤرة لتهديد العمل والسلم الدوليين فذلك نحن معادلة بالحقيقة لم تقرأ ولم يجر إدارتها بشكل سليم من قبل المنتظم السياسي وهذا الظلم الذي بالحقيقة يصيب شريحة مهمة هذه دافعات وقدمت عطاء على مستوى التضحية بأجسادهم وبالحالات الإصابات التي تعرضوا لها كان أجدر بالدولة أن تنظر لهم بعين الرعاية الأبوية وأن تفي بالتزاماتها اتجاههم سواء كان في تأمين العيش الكريم أو حتى على مستوى العلاج ما يؤسف إلى أنه إلى الآن لم نجد مستشفيات ترتقي إلى مستوى المهام التي هي مناطب المؤسستين الأمنية والعسكرية تعتقد دكتور أن القوات الأمنية والعسكرية العراقية بحاجة إلى تخصيصات إضافية أم أن وضعها الحالي لا يستوجب يعني إضافة مبالغ أخرى لسد موازنتها بالحقيقة نعم نحتاج لأنه احنا الموازنة بدأت تتشتت بين الحجد الشعبي وبين وزارة الدفاع وهذا التشتيت بالموارد سيضعف بشكل كبير جدا من القدرات التسليحية للمؤسسة العسكرية لأننا نتحدث عن وزارة الدفاع فيها قدرات تسليحية متوسطة وثقيلة على مستوى القطعات البحرية البرية الجوية وهي تحتاج إلى الصيانة والإدامة وتحتاج إلى التطوير لا سيما أن المؤسستين تصنف من حيث التقييم أنها ناشئة وتحتاج إلى الارتقاء في القدرات التسليحية إذا الموازنة بدأت انشطرت بين الحشد وبين الدفاع فمعنى ذلك أنها ستصبح تشغيلية فقط لأغراض الصيانة وأغراض الرواتب للمقاتلين ومعنى ذلك أن لا ارتقاء في القدرات القتالية ويعني جلب أسلحة ومعدات جديدة لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي والمنظومات الرادارية تطوير الحرب السبرانية طائرات الدرون وأهميتها في استطلاع خطوط التماس الحدودية التي لا زالت قلقة ونشهد فيها ثغرات فهذه بالحقيقة التخصيصات المالية لا بد أن تكون لها استراتيجيات ثابتة ووحدة موقف للمؤسسات الأمنية والعسكرية وأعتقد الحشد في هذه الموازنة سيحصل على مبالغ ضخمة جدا تؤثر على المؤسسة الأمنية والعسكرية طيب ما حاجة القوات الأمنية الآن برأيك هل إلى سلاح أم إلى تدريب كما ذكرت في معرض حديثك القوات البرية والبحرية والجوية المسألتين مطلوبة الارتقاء في الدورات والمهارات القتالية للمقاتلين لا يعزز إلا بقدرات تسليحية لا سيما أننا متأخرين جدا عن دول الجوار فضلا عن التوازنات الدولية وبالمناسبة كثير من الثغرات التي هي موجودة في قدراتنا القتالية يجري تعويضها عبر التحالف الدولي أو الولايات المتحدة المفارقة الغريبة أن صانع القرار السياسي الذي يدرك هذه الحقيقة يذهب باتجاه تبني خيار أو إقرار قانون لإخراج قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة من المعادلة وجعلنا بشكل مكشوف حتى على مستوى السيادة الجوية والكل يجمع من الفقاهاء في السياسة أو في الشؤون العسكرية أن مسألة مسك الجو في الحروب الحديثة هي مسألة أساسية ابتداء من منظومات الدفاع الجوي إلى القوة الجوية إلى مستلزمات إدارة المعارك الحديثة في تقديري نعم نعاني من أزمة ونعاني من خلل في استراتيجية إدارة المؤسستين الأمنية والعسكرية نستفر وجودك معنا أيضا دكتور للحديث عن الاتفاقات السياسية وعلى صعيد المطالبة بإصدار قانون العفو العام هل تعتقد أن البيئة الأمنية مؤاتية لإعادة النظر أو التقرير بشأن هذه الخطوة؟ أنا في تقدير أن نحتاج إلى إعادة محاكمة وليس عفو عام لأن العفو العام قد تتدخل فيه أدرع سياسية تدفع باتجاه تخطي الإجراءات القانونية فضلا عن هو من حيث التقييم لا يناسب مبدأ الفصل بين السلطات لأن على إيساس صدرت الأحكام صدرت على أساس أدلة وقراء وعلى أساسها اتخذ القرار قضائيا فلا تستطيع السلطة التنفيذية إسقاط الحكم القضائي إلا بمراجعة فمسألة إعادة النظر في المحاكم واردة يعني أنه من يرى نفسه بريئا فيقدم طالبا وأنا ذاك يجري إعادة المحاكمة لأنه إحنا لا ننسى أنه فقط إحنا في الموصل عدنا 42 ألف ضحية عنف مع دخول داعش إذا أطلقنا صراح منهم كانوا سببا في قتل هؤلاء قد يبادر جماعات للثأر ثم أن ذاك أيضا سنكون في موقف محرج قانونية الذي يثأر لمقتل ولده أو عائلته كيف سنعامله إذا كان من أطلق صراحة هو مدان ففي تقدير نحتاج تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية أن ننصف المظلوم وكذلك ننصف الضحية الضحايا كثر وبالتحديد في المناطق التي عبث فيها داعش ولربما منطقة الفتحة تحكي إبادة جماعية تعرضت لها الموصل وأطرافها من قبل هذا التنظيم فإنطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية أن ننصف الضحايا أيضا وأن نكون دقيقين في التعامل مع هكذا قضية حتى لا تكون هناك ثأر وانتقام وبالتالي نرفع من سوب الحرج أمام القضاء مي مغداد حدثنا بصوت وصورة الدكتور أحمد الشريفة الخبير الأمني والستراتيجي شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا